الساعة الله بالخير رب الله طاعتكم يا رب العالمين وعيدكم مبارك قررنا ننهي رمضان بساعة جميلة نسوالف عنها نعطيكم فكرة عامة إلى مدى سعرها غالي شنو التكوين الساعة وبعض المواصفات عنها اللي بيدي اليوم RM6702 6702 نزلت 6702 بالتاتينيوم 2015 ونزلوا منها أيضا 0-1 بالتاتينيوم بعدين نزلت 0-2 في القوارتس TPT وطبعا الكاربون TPT سوالف عن القوارتس والكاربون بصفة عامة القوارتس اللي تشوفون الكيس الخارجي هذا يتصنع في شركة اسمها بلاي تكنولوجيز في السويسرا بالاتفاق طبعا مع ريشارد ميل القوارتس عبارة عن ألياف من السيليكون مبنية فوق بعض وتركب في زاوية 45 لين يسوون الطبقات اللي انتم قاعد تشوفونها جدامكم هذي وطبعا يضاف إليها مادة الرزن أو اللون على أساس شكلون اللون بعدين عندكم طبقات الألياف الكاربون اللي موجودة بالنص تسمونها كاربون TPT اللي سوية الكيس هذا الأسود اللي بين الكورتس شنو صفات TPT خفة الوزن صلادة قوة طبعا الشكل التجميلي للساعة انتازوا ريشارد ميل ان يسوون ساعات للرياضيين في الموتر سبورت أو الرياضة فدائما لازم تكون الساعة خفيفة على الساس لا تأثر على الرياضي في قيادة السيارة أو طبعا في أشغال الرياضية مثل ندال اللي تعودنا عليه يلعب تنس في الساعة والساعة هذه أيضا سوها الرياضي اسمه معتز عيسى أفريقي الأصل يلعب تحت العلم القطري في الأولمبياد طيب بعض المعلومات عن الساعة هذه أخف ساعة نزلت من ريشارد ميل ب 32 جرام فقط وعلى شان شدي أساسي خفوف الوزن ما حطولها بكل ولا شي حطولها سير وطبعا المكينة كباجي ريشارد ميلات من التيتانيوم أول مستوى الخامس من التيتانيوم يستخدم ريشارد ميل درل من الألماص على أساس يجمل المكينة ويأخذ منه تقريبا عشر روس دايموند دريلز على أساس يشكل مكينة بالبوليش بالتشطيبات اللي احنا قاعد نشوفها حاليا عندنا الروتر اللي موجود في الساعة أو رقاص الساعة من الكاربن فايفر والأطراف الجانبية من الذهب الأبيض والباور ريزرف أو الاحتياطي الساعة اللي موجود في الساعة هذا خمسين ساعة فإذا كوقتها أو شحنتها بالحركة الضل معاك ساعة خمسين ساعة في بعض الأمور اللي نقدر نسؤال عن ريشارد ميل بس مو موجودة في الساعة مثل الروتر اللي هم مألفين تحرك الأوزان على حسب الحركة اللي انت تتحركها وهذا موجود في كثير من الساعات منهم الرم 29 الرم 30 الرم 11 أول مرة استخدموا الكاربن تي بي تي كان في ساعة ندال وظلوا يستخدمون الكاربن الكوارتس تي بي تي في بعض الساعات على حسب إذا الساعة سودة عادت أن تكون كاربن إذا الساعة ملونة عادت أن تكون كوارتس فهذه بعض المعلومات الجميلة عن هالساعة الجميلة وسعرها في السوق يتراوح ما بين 41 إلى 45 على حسب وين تشتريها وخارج الوكالات كانت تنباع من 55 إلى 65 ألف دينار كويتي وصراحة باللبس كأضعف ساعة انزلت من ريشارد ميل وكأخف ساعة انزلت من ريشارد ميل وعلى الشغل اللي موجود في المكينة وككومبليكيشن الساعة جدا جميلة وإن شاء الله أعطيتكم فكرة عامة بس عن الساعة هذه ترجمة نانسي قنقر